مجلس الأمناء بناءً على توجيهته صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخري عقد مجلس الأمناء الاجتماع التاسع للمجلس برئاسة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم نائب الرئيس وذلك في مقر الوقف بمركز عيسى التقافي وخلال الاجتماع نقل الوزير للأعضاء اهتمام صاحب السمو رئيس مجلس أمناء الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة وتحياتي وتقدير سموه الكريم ومتابعة سموه الدائمة لسير العمل خصوصا في مجال تخصيص البعثات للطلبة من خرج المرحلة الثانوية لهذا العام كما نقل لهم تمنيات سموه للطلبة بعام دراسي جديد يكللونه بالنجاح والتفوق معبرا عن شكر والتقدير السموه حفظه الله ورعاه للمؤسسات والجامعات الحكومية والخاصة التي ساهمت في دعم الوقف من جهتها أطلعت الدكتورة مونة البلوشي أمين سر وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري المجلس على تقرير عن العقد الخاص بأعمال التصميم والمناقسات والإشراف الهندسي لقطعة الأرض التي تفضل بها جلالة الملك المفدى لصالح الوقف لزيادة إراداته بما يعود بالخير على الطلبة المبتعثين ونوعية الخدمات التعليمية لهم كما قدمت تقريرا موجزا عن تجيل الطلبة في البعثات المطروحة لهذا العام والمخصصة للدراسة على مستوى البكالوريوس في الجامعات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين مشيرة إلى أن عدد المقاعد المتوافرة هي 32 مقعدا كما قدمت تقريرا آخر عن الجهات المانحة للتبرعات المالية والمقاعد الدراسية للوقف موسيقى موسيقى